الراديو 9090 هواها مصري خصوصاً الحاجات اللي هم قادرين يعملوها بنفسهم هيستفيدوا جداً لو طبقوا اللي احنا قلناه يعني نسبة الناس اللي هتسمع الكلام وهتنفذ اللي احنا بنقوله ده يعني ربنا يجعله في مزان حسناتنا لأن الحاجات كلها في ادينا هتتفاجئوا لسه بذات الساعة التانية هنقول معلومات في منتهى الاهمية وسهلة اوي تطبقها يعني سهلة جداً مش محتاجة مجهود جمع مش محتاجة مجهود خالص طب النقطة اللي احنا برضو كأمهات محتاجين نتكلم فيها أكتر معلش يا دكتور هندعبك فيها وهي التطعيمات تمام احنا اتفقنا أن التطعيمات هي واحدة من المحاور السبعة اللي بتنشط وبتحفز جهاز المناعة صحي كده؟ نرجع نقولهم تاني ايه هم؟ الرضاعة الغذاء التطعيمات النوم الإصابات المرضية خاصة دون مستوى ظهور الأعراض يعني أي إصابة مرضية على فكرة مهمة للمناعة وأخيرا المشاعر الإيجابية الحلوة زي الحب وتقليل التوتر هم دول السبع أعمدة اللي قايم عليهم جهاز المناعة بتاعت الجسم البشر تمام فلو كلمنا عن التطعيمات هنقول أن التطعيمات هي آلية بنعملها بنحفز بها جهاز المناعة عن طريق أن احنا بنعرضها لأحيانا لبعض الأمراض يعني في التطعيمات أحيانا بندي الفيروس نفسه بس بيبقى التنيويتد يعني مضعف يعني ضعيف يعني ما يقدرش يعمل حاجة فالجسم يقدر يقدر بسهولة لكن مش يقدر ده هو أصلا بيبقى مجرد بندحك عالجسم بنقوله إيه ده هو هو ده جالك المرض يوم الجسم يصار جدا ويبتدي يطلع بالحاجات المناعية بتاعته لكن هو بيبقى الفيروس ده بيتسميه التنيويتد فيروس يعني الفيروس ده الواحد وكده لا يسبب أي أمراض تمام وأنا بالمناسبة دي عايزة نبه الناس أنه فيه ناس كتير قوي يقولوا إيه يا أنا التطعيم ده ممكن يجيب المرض لا يا جماعة التطعيمات ما بيجيبش المرض لكن التطعيمات بتختلف من تطعيم لآخر فيه تطعيم بيبقى أجسام مضادة لوحده كده يعني هو التطعيم عبارة عن أجسام مضادة وفيه تطعيم تاني بيبقى الفيروس نفسه بس الفيروس ده في حالة حيوية غير قادرة على إحداث إصابة على الإطلاق يعني على الإطلاق فإحنا هنرجع نقول إنه مثلا عند الولادة رغم إن الطفل زي ما قلنا بيتولد بمناعة ولكن بيتاخد دلوقتي عند الولادة التطعيم ضد التهب الكابيدي فيروسي بي والتطعيم اللي هو الدرن اللي هو البي سي جي وبيتاخد حقنة في الكتف الشمال ودي الحقنة اللي هي بتتاخد عند الولادة وأحيانا على فكرة عشان برضو الناس تتطمن إنه أحيانا الموعيد بتترحل شوية يعني يعني اللي إحنا بنقوله ده ساعات يا دكتور عن تجربة شخصية كأم إنه يجي معادة تطعيم أروح ألاقي حرارة أصلاً هو صوحي فالدكتور يعود يأجل دور في دور في دور مكان اللي إذا تأخرت فترة محترمة بالضبط فعدي كده أنت بيبعا عندك زي ما بيقوله الإسكادي والبتاعك أنت وبرضو بننبه الناس لحاجة تانية إنه أحيانا الناس بتبقى عيشة برى مصر في دولة عربية مثلاً أو في دولة النبي بالضبط كده فأنتو لازم تلتزموا بجدول التطعيمات اللي إنتو عليه في المكان هم مثلاً أحياناً برى بيحطوا تطعيمات مع بعض يعني ممكن يبقى تطعيم عندنا مثلاً سلاسي بر اسمه التطعيم الخماسي يبقى إحنا قلنا عند الولادة بناخد التطعيم ضد الدرن التهاب الكابدي الفيروسي بي وأحياناً التهاب الكابدي الفيروسي بي ده يتاخد عن سن الشهرين تمام كده؟ تمام وبيتاخد عن سن الشهرين كمان تطعيم شلل الأطفال وده نقاط لنقاط الفم هو بيتاخد كمان التطعيم اسمه السلاسي اللي هو ضد الديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وده بتبقى حقنا عضل في الفخت سؤال دايماً السلاسي اللطيف ده بيرجلهم قد كده ويسوها بطول الليل بتورم ده طبيعي ده طبيعي لأنه هو وكل المفروض نعمله كمادات مياه سخنة كده فترة بنجيب حتة قماشة زي منديل أو حاجزة كده ونعملها في مياه سخنة ونعصرها ونعد ندعك بس مكان الحقن ليس أكثر لكن خلي بال أنه فعلاً دي ملحوظة والحقنا دي بتتاخد في الفخد وفعلاً بتتسبب في بعض الأعراض الجانبية الطفيف يعني موضوع مش يعني الأمهات اللي لست خالفين جديداً موضوع مش رعب حيوا رمسلنا بسيطة وحيعيطلك بالليل كم ساعة ودلي بتعدي وممكن درجة حرارته ترتفع بين مثلاً نص درجة إلى 8 شروط ده برضو ما فيش مشكلة في أطفال اللي دكتور عايز أقولك ما بيجرلهاش حاجة خالص وده على فكرة بقى أشوفي المفرقة يا فاطمة في أمهات وأباء بيشكوا يقولك أنا ابني خد التطعيم وما سخنش يبقى التطعيم بايز يبقى التطعيم ما اشتغل لا ده هو ابنك هنا تلقى التطعيم بشكل كويس يعني ليس بالضرورة حدوث كل الأعراض اللي احنا بنقولها دي دي معروفة مهمة أيوا في سن الشهرين احنا بنقولنا مرة تانية الجرعة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال والتطعيم السلاسي اللي هو ضد الديفتيريا والتيتانوس وسعال الديكي والتطعيم ضد الكابيدي الفيروسي با اللي هو ممكن استثنائيا نستخده عند الولادة أو في سن الشهرين تمام نيجي عند سن 4 شهور بيحصل الجرعة التانية من نفس التلاتة عند سن 6 شهور الجرعة التالتة من نفس التلاتة والتلاتة بيبنى كده الأمهات بصراحة بقى التسعة شهور بيحصل جرعة منشطة لشلل الأطفال وجرعة واحدة من التلقيح تحت ضد مرض الحزبة وده بيكون حقنة تحت الجلد تمام كده عند سن 18 شهر بيكون الجرعة المنشطة ضد شلل الأطفال وضد السلاسي تمام كده وبيتاخد الجرعة اللي هي ضد الـ MMR اللي هو تطعيم ضد الحزبة والغدة اللي هي الحزبة الألمانية والحزبة العادية والغدة الكفية اللي بيسموه MMR ودي برضو حقنة تحت الجلد وبعد كده بقى بيكون في حقن التطعيمات اللي هي المنشطة بتاعة شلل الأطفال أو التطعيم السنائي أحيانا مش سلاسي اللي هو من غير السعال الديكي يعني وأحيانا كمان فيتامين ألف بيتاخد في حملات قومية عند عمر 9 شهور وعند عمر 18 شهر ودي كابسولة كده بتتفتح وبيفرغوها جوه الفم دي التطعيمات الرئيسية اللي هي بتقنا نسمع الروتا وكم حاجة كده جديدة دخلت على المجموعة عشان كده عايزين نقول التطعيمات ولكن أنا بكرر وانتي بنكرر أنا وانتي دايما إن اللي هنقوله ده هذه التطعيمات اللي أنا هقولها دلوقتي حالا دي التطعيمات الإضافية يعني لا يجب التنازل بأي شكل عن التطعيمات الأولى التطعيمات اللي جاية دي التطعيمات الإضافية هي غير مضرة ولكنها غير ملزمة يعني يعني لو هي ملزمة كت الدولة عملتها على فكرة لكنها غير ملزمة يعني هي مش من ضمن البروتوكولات الدولية اللي هي لازم الناس تاخدها الامراض دي مش موجودة عندنا او موجودة عندنا بشكل كبير ممكن ده يتغير بعد شهور وممكن يتغير بعد سنين اذا رأت الابحاث انه لابد من ادخال تطعيم ماء مثلا ضد الامفلونز البكتيرية انه يدخل ضمن التطعيمات الاسية يعني فيه دول بتاخد ضد الامفلونز البكتيرية زي الولايات المتحدة وكندا مثلا لكن دول ظروف المناخية عندهم والكسافة السكانية عندهم يعني بتبقى تستدعي ده التطعيمات بقى الاضافية قولنا عنده عمر الشهرين بتاخد الجرعة الاولى من حاجة اسمها الامفلونز البكتيرية وتطعيم الروتا اللي الناس برضو كتير عرفاء او فاميليار متألفة مع اسمه وتطعيم ضد الالتهاب الرئوي تمام عنده عمر اربع شهور الجرعة التانية منهم عنفلونز البكتيرية روتا التهاب رئوي عند ست شهور الجرعة التالتة منهم تمام عند سن سنة بيبقى فيه تطعيم ضد الجديري المائي وفيه تطعيم ضد التهاب الكابدي الفيروسي الف مش به بقى خلاص والف ده كان يقولولنا في كلها زمان كده كلمة جميلة او يقولولنا فيروس الف ده احنا بناخد منه المناعم الشارع لانه هو يعني بيحصل من الاكل الملوز بالزبط فهو الناس اللي بتاكل برا دايما بتاخد مناعة ضده يعني طبعا دي مش دعوة ان الناس تاخل برا بس يعني قصدي انه فيروس الف بالذات يعني انا ليه واحد صديقي جدا يعني جاله فيروس الف ده بس هو صعب هو صعب بس هو هو بيرتاج راحة وحتى السكريات دي كرز وهيز بقى والسكريات دي بتبقى يعني يعني مختلف عليها ولكن بيبقى فيه احتياج للسكريات لكن هي حل الراحة الراحة وما بيعملش اي حاجة مزمنة يعني هو بيختفي كده تطعيم ضد الجديري المائي والتطعيم ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي الف دي كجرعة اول عند سنة ونص 18 شهر بيبقى فيه جرعات منشطة ضد الانفلوانز البكتيرية والالتهاب الرئوي وعند عمر السنتين بيبقى فيه تطعيم ضد الحمى الشوكية وتطعيم ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي الف برضو اللي هي الجرعة التانية واخيرا عند 4 سنين و6 سنين بيبقى فيه حمى شوكية برضو وتطعيم ضد ليها يعني ضدها وجرعة تانية من التطعيم ضد الجديري المائي هي دي أهم الحاجات سواء التطعيمات الأساسية اللي احنا قلناها أو التطعيمات الناسية ودي من النقاط اللي حضرتك قلت اللي هي بتساعد على تنشيط جهاز المناعة ده هي دي من المحفزات الرئيسية لتنشيط جهاز المناعة ولكن انتي قلت برضو نقطة مهمة جدا جدا يا فاطمة وهي موانع التطعيم ماينفعش طفل ياخد التطعيم وهو في حالة مش طبعية لا يكون سخن ولا يكون بيرجع ولا يكون عنده إسهال برافو برافو عليكي وساعتها بتتأجل عملية التطعيم وما فيش أي ضرر من تأجلها ان احنا بنمشي بعد كده طبعا في الفريم العمري الصحة بتاعة